تضع تركيا ثقة لها في دعم ميليشيات ترابلوس بالسلاح والأموال والتدريب ولم تقف أنقرة عند هذا الحد بل بدأت بنقل المسلحين من إدلب السورية لجبهات القتال في ليبيا معطيات أكدها الرئيس الروسي فلاديمي بوتين معربا عن قلقه من تدفق المتشددين على ليبيا وذلك من إدلب السورية كما أكدت مصادر موثوقة بأن نقل المقاتلين المتطرفين من سوريا إلى ليبيا يتم عبر الأراضي التركية وذلك بواسطة طائرات شركة الأجنحة الليبية والمملكة لعبد الحكيم بل حاج متهم بالإرهاب المطلوب في ليبيا والمقيم في أنقرة في الحدي والعشرين من مايو الماضي كشفت وثيقة مسربة عن إحاطة المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامي في مجلس الأمن خلال جلسة كانت مغلقة تضمنت ممثاده بوجود معلومات استخباراتية باستعانة أحد طرفي القتال بمجموعات إرهابية في إدلب وذلك في إشارة للأطراف الموالية لحكومة الوفاق في ترابلوس قبلها بيوم أكدت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي المنعقد في طبرق بوصول إرهابيين من جبهة النصرة من إدلب للقتال مع ميليشيا ترابلوس متهمة أنقرة أيضا بنقلهم خلال مايو أيضا أعلن عبدالهادي حويج وزير خارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة بإرها تركيا تسير رحلات جوية مباشرة لمدينة مصراطة لنقل مقاتلين من جبهة النصرة في سوريا في إدلب في الثالث عشر من إبريل الماضي كشف متحدث باسم الجيش الوطني لواء أحمد مسماري عن وجود خطوط مفتوحة من تركيا ومالطا جوا وبحرا لدعم ميليشيات ترابلوس بالسلاح وأيضا بالمقاتلين العناصر الإرهابية منتصف مارس من العام الماضي ألقت الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب تابعة لقيادة الجيش الوطني القبض على ستة عشر مسلحا ومقاتلا من جبهة النصرة أحدهم كان محتجزا لدى قوات النظام السوري قبل أن يتم تهربه لاحقا إلى تركيا إذن كرة الثلج للأدلة على تورد تركيا في دعم ميليشيات ترابلوس تتضخم وأصبحت أكثر وضوحا بشكل بات يحرج المجتمع الدولي وأنقرة في الوقت نفسه